يعني يغرروا في المراهقات وبالبنات والطفلات ويستخدمونهم كآداء يعني ضد الوطن وبالنهاية يرمونها بالشارع يعني أبداً مول مصلحتها ولا شيء وما في مثل الوطن والوطن لو إيش ما صار فينا يعني مردنا له سنة سنتين عشر سنين مردنا للوطن وإن شاء الله يا رب أكون صاحبة رسالة بس أرجع السعودية قريب وما أبقى أطول عليكم لأني مرت عبانا وسام 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 أول شيء الله يسعدك ويوفقك وحنا سعيدين جداً فيك وفي عودتك ومبسوطين والله إني أنا صحيت اليوم على أخبار مفرحة وفرحان فرح ما يعلم فيه إلا الله أنا بيك تكرميننا بس اليوم عن استقبال السفارة لك والله العظيم يعني كنت بنزل بس نابي استقبلوني بالورد يعني إيش أقول من استقبال يعني أحرجوني أحرجوني وين اللي كانوا يغررون واللي يسهلون الطريق إن السفارة تسوي وتسوي يعني استقبلوني بالأحضان واستقبلوني بالورد وإنتي بنتنا يعني بصراحة خنقتني العبرة أنا يعني مثل ما قلت لكم إن شاء الله يارب أكون صاحبة رسالة بعد كل الأشياء اللي أنا مريت فيها كنتي متخوفة من الروحة وسام قبر؟ كان في ناس يخوفك من الروحة؟ بصراحة أكيد أكيد أنا في مجتمع لاجئين معارضين مع أني أنا ما كنت نفسهم يعني تأثير الكلام يعني لي كانوا دائما يخوفوني وأنا كنت بين يعني أحب وطني أنا أنا من داخلي كذا وبنفس الوقت الناس يعطوني كلام جدا مرعب فأنا للأسف تربيت على الخوف فمرة يعني يعني مثل ما شفته كلام فايز المالكي لي مرة أعطاني الثقة والقوة وشجعني لأن المحيطي أنا جدا محيط سيء وأثر عليك صراحة طيب وسام وش كان دور أبو راكان فايز؟ أبو راكان والله ما قصر ويعني وقف معي ودعمني معنويا ونفسيا قال لي أنت قوية ولا تخافين يعني بصراحة حسيت تعرفون يعني أنا ما عائلتي نوعا ما كلها سيئة ما عرف الحنان الأخ فحسيتم فايز لامسني كثير وثقت فيه ثقة يعني على طول توجهت للسفارة وما خفت أبدا كيف تخذت القرار بالتواصل مع أبو راكان ما فايز؟ كيف تخذت القرار؟ من اللي ذلك؟ فايز هو شاف قضيتي وصوى لها رتويت فبعدين الناس اللي عندي بالتيك توك قالوا له أطلع مع ويسام بليز وكمان كانوا يسووا له متابعيني منشن بليز ساعدها ساعدها فهو عرف لي يعني هو أبو راكان هو اللي يبادر؟ آه إيوة الله يسعدك ويسعدك والله يبيض وجهه ويتزاه خير ويعافيه أبو راكان وسام وش موقف حسيتي أنه صعب عليك لما تغربتي؟ طبعا إحنا ما راح نتكلم في الماضي لأن كلنا عارفين ولا نبغى نبغى موقف صار لك هناك وكل يوم يعني تموتين ألف مرة في الغربة وفي وسط الناس اللي حاولوا يستغلونك وحاولوا يستغلون وطنيتك وحاولوا يوجهونك توجيه خاطئ وإحنا ندري أنك لو توجهتي معهم ممكن تكسبين أموال طائلة لكن أنت أثبتت أنك وطنية من الدرجة الأولى أنا عرض علي مقابلات بمبالغ مادية قبل لأكون مشهورة وكنت أرفضها يعني مع أني كنت بسن مرة صغيرة الشيء المؤلم هنا أن الناس دائما يستغلون الفتاة السعودية والخليجية بشكل عام يغررون فيها غسيل مخ يعني فكثير بنات للأسف قدام عيوني أنا شبتهم نهايتهم كانت مرة حزينة فيمكن هذا أقصى شيء أنا شبته هنا بالغربة استغلال الناس للبنات السعوديات والخليجيات بشكل عام وسام بالعكس أنت تثبت وطنية وتثبت أنك بنت عاقلة رغم صغر سنك تثبت أنك فعلا فتاة شريفة بما تعني الكلمة من معنى وإلا نعرف أن الفتاة في ظل هذه الظروف تقدر تجمع أموال تقدر تضيع تقدر تروح لأي جزء خاصة أعداء المملكة العربية السعودية يحاولون أن يستخدمون أبناء وأبنات الوطن ويستغلون ضعفهم في الخارج اللي يعني اتخذوا قرارات خاطئة وما لهم يعني أحيانا ضعفهم المادي والنفسي والجوانب الأخرى تخليهم يروحون حتى لو كانوا مقتنعين أنت اليوم صراحة ثبتي ثبات كبير أنت شرف الكل السعودي والكل السعودية ثبتي لنا اليوم أنك إنسانة عظيمة وأنت بتعودين لنا إن شاء الله وقريب وبنفرح بجيتك وأنت تراك الآن ترى عائلتك هي بالعائلة الصغيرة أنت عائلتك الآن عائلتك هي السعودية بأكملها والخليج حتى ترى الخليج من اليوم يدخلون معنا شوف معنا الشيخة لطيفة تسمح لي بنايف تفضلي شيخ أرحب وسام وسام أكلمت من قلب أم حبيبتي مب يعني واحدة غريبة عليك أهنيتك على شجاعتك أهنيتك على تباتك على الحق أهنيتك على وطنيتك تجاه بلدك وأنتي مب من أي بلد أنت من السعودية السعودية العظمة للجميع لأنك كخالجيين بعد وسام اللي ياي اجترى يمكن أصعب من اللي راح فبيتش تثبتين أكثر أنتي الحمد لله ربي حبتك وربي عزتك رغم من الظروف الصعبة اللي مريتي عليها اللي أنا شخصيا لما أتخيلها يعني يعني ما أعرف أخاف أنا وأنا بعيدة عن الموضوع أنا شخصيا أخاف فأنا أتمنى أنت تكونين أثبت من قبل وتكونين أقوى من قبل وإحنا كلنا معاش وقبل نحنا رب العالمين معاش فلما تقولين أن أنت مثلا نشأتي في ظروف سيئة أو أن أنت ربك حبك وبتلاج وأتمنى أنه يعني لما تشعرين بالخوف تلجئين حق رب العالمين الله يحافظتك مثل ما أحفظتك يا رب يا حبيبتي آمين يا رب مرة شكرا اختشام الله يمسيك بالخير والله يحييك ما بين أخوانك وخواتك ومجتمعك ووطنك وأنت فعلا صنعتي نموذج أقسم بمن حل القسم هذا النموذج يدرس لأجيال أنت صنعتي فعلا على صغر سنك نموذج الوفاء للوطن لولاة الأمر لمانسيتي هذا الوطن رغم المغريات اللي سارك ويمينك وأنت فعلا كتاب يدرس في الجامعات وفي المدارس في السنك التعليمي ككل شكرا لك من العماق والله يحفظك والله يحييك وفي وطنك وأنت نموذج مشرف فعلا وساما أدري أنك تعبانا ومنمتي وفرحة وكلها مختلطة فنبي منك هذه كلمة أخيرة توجهينها وتتحدثين وإحنا مثل ما قلت لك ترى أنا في انتظارك في انتظارك ونبينجيب البخاري للمطار إن شاء الله هي ليت والله نبيك تيطينا كلمة أخيرة لأننا نمقدرين تعبك والله وشاكر لك والله دخولك معنا والله كلمتي الأخيرة يعني أتمنى إن أي بنت ما تصدق اللي يغررون فيها لأنه رح يستخدمونها المصالح سياسية وهم أعداء وطن والدين لا أكثر ولا أقل ولا يفكرون بمصلحتك ولا يفكرون بمعاناتك ويعطونك الحرية المزيفة اللي يحكون إنه هناك عندهم الحرية الحرية أنك تكوني بوطنك بين مجتمعك بين ناسك على أرضك أنا وصلت المرحلة يعني أبغى تراب السعودية كنت أبكي دم فرسالتي اللي أوجهها للبنات ما في مثل الوطن وإن شاء الله يا رب أكون صاحبة رسالة وأوعي كثير بنات الله يصلي السلام عليكم رحمة الله وبركاته بقول شيء لويسام وسام معك أختك قدر تمام بيقول لك حاجة طبعا أنا لما كان عمري 20 سنة أنا عمري 28 كنت أشتكي الوحدة في مكان عام إنه أهلي يسوون فيني وأهلي يسوون فيني وأنا قلت لي تعالي أنا طلعك برة أنا أساعدك تخيل درجة وصلت فيني إنه أخذتني مغريات وهمية أنا أعرف إنه مغريات وهمية كنت على قبقى وصين أو أدنى إنه أسوي هذه الخطوة إنه أهرب تمام لكن الحمد لله إنه بقول حاجة السعودية فيها مراكز أقسم بالله العظيم ولا بلد عنده هذه المراكز لما جيت أبهرب في واحدة تعرفت علي قلت لي سمعتك تشتكي الوفلانة ليه قلت كذا وكذا وكذا قلت لي تعالي حالي عندي في مكتبي رحت عندها في مكتبها والله العظيم إنها سجلتني في مركز دورات أعطتني الآن أنا موظفة في هذا المركز وأنا حاليا أعتني بفتيات بعمر الزهور كان راح يروحون ضحية تغرير يا جماعة ما في شيء اسمه سعادة برى الوطن ما في شيء سعادة برى أهلك ما في شيء اسمه سعادة بدون أمك وبوك ما في شيء اسمه سعادة برى الوطن أبدا أشوى شيء بيخذون اللي عندك والغالي والنفيس أو شيء بيخذون وطنك بيقولون أوه وطن السعودية تروا كده وكده وزفت ومدرئة شو بيحطون أشياء كثيرة لكن الحقيقة اللي حنا ما نعرفها ترى السعودية مليانة أشياء حلوة ترى حنا في وطن نغبط عليها جماعة ونحسد مو بس غبيطة نحسد عليها كل العالم تتمنى نفس هذا الشيء أشياء مجانية نقدر ناخذها أشياء في مساعدات نقدر ناخذها أشياء حتى إذا عندك ظروف يقدرون يعطونك إياها بمساعدات أنا كنت بروح ضحية تمام؟ لكن الحمد لله قبل ليكون هذا الشيء يوقع الرأس على الفاس إنه كان في عندنا مركز نتجه له ترى في مراكز تأهيل أسرة تأهيل فتيات تأهيل أطفال تأهيل كلها ترى مجانية حتى لو أخذوا ترى مبلغ بسيط حتى أحيانا في بطاقة خاصة بطاقة خاصة تقدرين تطلعينهم يا جماعة ترى هم قادرين بس يعطونك سعادة وهمية سعادة وقتية لما يخلصون منك وأكبر دليل لما يخلصون منك شوفوا فلانوا علانة اللي يطلعوا صاروا في الشارع فيه ثنتين مقتولات يا جماعة متى يصير عندنا واعي يا بنات ترى والله العظيم الهاشتاقات اللي تطلع فقط شيء وقتي وهمي لما بيروح تندمين فأنا يا وسام أشجعك على عمل البطولي أنت مرة بطلة أنت مرة شجاعة أنت قدوة أنت مثل أنت صراحة على العين والرأس وبس أنت السعودية الحقيقية اللي أنا أفتخر فيك وأقول أنا وسام من السعودية وأفتخر فيك إنه أنا شفتك ومثال حي عشان ما ننخدع خلف هاشتاقات وهمية وناس تبغى أن تشوى سمعة السعودية والسعودية صراحة مفرن كل حاجة أنا أنا شفت هذه المراكز أنا ما قاعد أتكلم عن شيء خيالي أنا شفتها أنا عمر وعشرين سنة كنت بتغرب بس الحمد لله اللي الله هداني وما رحت بس هذا اللي بأقول شكرا يا روحي على كلامك كل شيء قلتي والله يعني صح وسام وسام ماذا وسام أنت عمرك عشرين كيت إي والله والله عاجلك خمس واربعين سنة وأتوقع يوافقون دين مجموعة الموجدين عيدك دكتور الفهد عيدك والله العظيم عاقل عاقل وزين عاقل كبير 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 وسام أنا ملولة بسمحلك تروحين بس أنا لما شفت الألفين اللي جايين دولة ترى كلهم يحبونك كلهم ينتظرونك وكلهم يتكلمون عن مشاعرهم تجاهك دكتور فهد في مداخلة فيها أنا أرسلي أحد الأصدقاء وسام اللي هو شاعر حمد يقول أنت وسام الأصالة كلها يا وسام وانت فخر كل منهم يسكنون الخليج أنت على صغر سنك خدتي كل اهتمام وانت وسام المعزة عالية في المقام الشاعر حمد دكتور فهد اللي يثبت رزانة عقل وسام وما شاء الله يعني أنا أقول أن عقلها ما شاء الله سبارك الله أكبر من عمرها واحد يعني شيء غفلنا عنه تراها متمسكة في الدين متمسكة بالله عز وجل شيف رغم أنها في غربة وعمرها صغير ونسأل الله السلامة للحاج في ألمانيا والفساج والغسل العقول لكن وسام كانت ثابتة بالتمسك بالدين وهذا إن دل دل إلا عندها خبيئة عند الله عز وجل وعندها شيء بإذن الله بإذن الله نراها في المستقبل إن الله حفظها من كل هالأمور حفظها الله عز وجل إن تاصل لما وصلت إليه الآن فنحمد الله عز وجل على عودة وسام لنا وبإذن الله أنا دائما أقول القادم أحلى يا وسام وللمعلومية ترى عرض على وسام اللجوء وهذا شيء بعد أبين لكم على رجاح حق لها عرض عليها اللجوء ولا قبلت اللجوء تخيلوا عمرها عشرين سنة ولا عندها إلا الله عز وجل ويعرض عليها اللجوء لكن لم تقبل اللجوء لأنها هي عندها مشكلة تخلص المشكلة وبترجع إلى حضن الوطن من جديد بإذن الله ما عليك طعتك والله في اللي سهلوا للطريق كانوا يقولون لي والله ما أنسى كان عمري ثمنتعاش كانوا يقولون لي قولي أنا ملحدة عشان تاخذين لجوء ضد الدولة يعني لجوء نهائي بالضبطي كسعودية فأنا كنت قول لا ما رح أقول أنا ملحدة أصلا أنا ماني ملحدة فيقولون لي قولي أنا ملحدة ويش تخسرين ولا قولي أنا مثلية أقول لا ما رح أقول وفعلا أقاولي موجودة يعني يعرضها أعرضها على السفارة كلها عن مشكلتي عن عائلتي فعشان كذا ما طلع لي اللجوء الله أكبر ولهذا يا وسام أنا أقول قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأنت اتقل لي اتقيت الله عز وجل وبإذن الله إن المخرج لك والمستقبل أمامك وبإذن الله تبين تشوفين حياة سعيدة في قادم الأيام وإحنا متفائلين بإذن الله تعالى بسبب ثباتك وسبب رجوعك الحمد لله أول لحنا نبارك لأنفسنا الحمد لله الحمد لله شكرا لا أنا متأكد بإذن الله ويسام بيكون لها مستقبل مشرق وجميل ورايع وبتكون من الأصحاب الرسائل الجميلة اللي راح تكون مثرية في وطننا وأثرها على بناتنا وبتكون إن شاء الله من المشاهير مو نقول مشاهير الفلس من المشاهير اللي نفرح فيهم ونستانس فيهم ونتابعهم بإذن الله وبيكون لها جانب كبير وبإذن الله بيكون يعني أنا متفائل إنه بيكون تشريع بإذن الله بإذن الله